فريق إغاثي طبي كويتي مكون من 11 طبيبا واستشاريا بمختلف التخصصات الطبية والجراحية وصل إلى قطاع غزة من أجل تقديم العون للقطاع الطبي في مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الكويت التخصصي من بينهم الدكتور محمد الكندري الذي نشر عبر حسابه على انستجرام الفيديو التالي الذي وثق في شهادته لما شاهده في قطاع غزة تابع تسمعون صوت هذا هذه الزنانة هذه الطيارة اللي وظيفتها بس الدور استطلاعات وتسوي زعاج ترعب الناس أمس يا جماعة كانت أول ليلة ليهني في غزة في رفح نمنى تقريبا الساعة 11 11 نص كان يصير قصف على بعد مئات الأمتار من المكان اللي احنا فيه والله اني في الزيت من النوم وصوت الزنانة وكلما مر الطيارة فوقنا من طيارات المقاتلة اتخيل النصاروخ راح ينزل علينا الأمر والله مرعب وأمس اقصفوا سيارة فيها أربع أجانب استرالي وبولندي وأرلندي وبريطاني حسب علمي فوالله قاعد أفكر أقول يعني إذا أحنا ليلة وحدة مرت علينا بهالرعب هذا الشعب اللي صار له فوق الستة شهور قاعد يذوق هذا القصف يعني شلي شلي قاعد موسيقى 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 موسيقى